وزارة العمل تكشف الموازنة حيث قالت الموازنة خلت من أي تخصيصات إضافية للحماية الاجتماعية والإعاقة كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن جداول الموازنة المالية للعام الحالي 2024 خلت تماما من تخصيصات إضافية أو شمول جديد سوى تأمين العانة المالية لمن تم شمولهم في السابق ومن ضمنهم ستمائة ألف أسرة خلال عام 2023 أولا موازنة هيئة الحماية الاجتماعية لعام 2023 بلغت أربعة تريليون وسبعمائة وسبعة عشر مليار دينار وتضمنت إضافة ستمائة وخمسين مليار دينار لشمول ستمائة ألف أسرة جديدة بعانة الحماية الاجتماعية ثانيا تضمنت الأمن الغذائي مبلغا يقارب أربعمائة وثمانين مليار دينار حيث تم شمول ما يقارب ثلاثمائة وعشرين ألف أسرة بعانة الحماية الاجتماعية ثالثا يبلغ حجم الإنفاق الكلي اثنين مليون ومئة وخمسين ألف أسرة أي ما يقارب ستة تريليون ومئة وسبعة عشر مليار دينار لمدة سنة كاملة وهذا ما تم الإشارة إليه في إضافة واحد بوينت خمسة تريليون ونصف مليار دينار رابعا لم يتم إضافة التخصيصات المالية للتطبيق قانون ذوي لعاقة والاحتياجات الخاصة وهي زيادة المبلغ إلى مئتان وخمسين ألف دينار خامسا جاءت الوثيقة تشير إلى وصول تخصيصات الرعاية الاجتماعية إلى سبعة تريليون دينار ويقصد بها ستة تريليون ومئتان وسبعة عشر مليار دينار للرعاية الاجتماعية والمقصود بها هنا إعانة الحماية الاجتماعية وتتضمن زيادة واحد تريليون ونصف مليار دينار وهذا المبلغ هو فرق التخصيص لستمائة ألف أسرة تم شمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية في عام الفين وثلاثة وعشرين وهذا المبلغ هو لاستمرار صرف إعانتهم لمدة اثنى عشر شهرا أي لنهاية السنة الحالية أما ما يقارب سبعمائة وثلاثين مليار دينار المتبقية فيه رواتب المعين المتفرغ في هيئة رعاية ذوي لعاقة والاحتياجات الخاصة وهو مبلغ رواتب بمعدل مئة وسبعين ألف دينار لثلاثمائة وستين ألف معاق حسب الراتب القديم لا توجد أي أسرة جديدة مشمولة بالعانة الاجتماعية أو زيادة في رواتب ذوي لعاقة وإنما ستكون زيادة مع موازنة الفين وخمسة وعشرين دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية انتهى الخبر تحيات الإعلام على الدلوي